بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعي أهلا بكم في المحاضرة السادة من محاضرات الـ Document Information Management Course النهاردة 18 رجون عالين واثنين وعشرين إحنا نسف مديون نومبر وان إحنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عملنا الـ Discussion في أول المحاضرة كده عن الحاجات اللي احنا أخذناها في الأيزو عن الـ Standard بتاعة الأيزو كنا قلنا إن إحنا هنختار خمسة من المشاركين في الـ Discussion دي أكتر خمسة كان إجاباتهم صحيحة في الوقت قد تلقى صح والأسرع في المناقشات بتاعتنا وكانت النتيجة زي ما أعلنناها على الجروب كده إن أستاذ الشازلي وأستاذ محمد أبو سنينة أو سنينة سنين أستاذ محمد طه وأستاذ إيهاب نيازي وأستاذ عبد العليم خمسة دول كانوا أكتر ناس شاركت معانا وإجابات صحيحة في الوقت بتاعها وكان هم أكتر ناس تشاركوا وتفعلوا معانا في الـ Discussion بتاعتنا تمام؟ فإحنا قلنا إن إحنا هنختار من كل محاضرة خمسة شاركوا معانا بفعالية كويسة المرة دي إحنا مش هيبقى في عندنا الـ Discussion لإن إحنا عندنا Assignment المرة اللي فاتت تمام؟ الـ Assignment كان عبارة عن إيه؟ الـ Assignment كان عمرت نحنا بنقول محتاجين Internal Process Map for any Document Procedures تكون مشتملة لثلاث حاجات الـ Process Steps والـ Responsibilities والـ Time Frame إحنا ليه طلبنا ده من قبل ما نشرحه أو قبل ما أعلمكم زي المفروض حاجة زي كيف تتعمل؟ أولا السببين أول حاجة أنا لو كنت شرحتها Direct كده من غير ما حضرتك تبزل فيها أي موجود أو تحاول تفكر إن إنت زي تعمل Process Map كانت ممكن تتنسي إنما لو حضرتك فكرت إن إنت تعملها بإيدك وتغلط وصلح لك وبعد كده تشوف الصحة بتاعها بيتعامل إزاي؟ إنت كده طالما عملتها بإيدك عمرك ما هتنساها في حياتي دي إحنا ممكن نستفيد بها الـ Assignment Controls في حاجتين أول حاجة لما بيجي لك لما أنت بتبقى داخل شركة جديدة ومحتاج إن إنت تعمل تعمل System وتعمل Procedures عندك في الشركة لو إنت بتعمل System جديد وإنت ما عندك شو قدرة أن إنت ترسم Process Map لكل الـ Steps أو كل الإجراءات الموجودة عندك في الشركة إذا الـ Document Control هيبقى عندك مشكلة إنت مش هتعرف تعبر بالورقة أو الألم إزاي الـ Document D بتروح فينه وبتيجي منين ومين المسؤول وتايم فريم بتاعها الزي فدي حاجة مهمة جدا إن إنت بتعمل System لأي Document System System تبقى أنت عارف تترسم إزاي وتتعامل معها إزاي عادي كده واحد رقم اثنين لو حضرتك بتعمل orientation لأي حد داخل الـ Group معك أو داخل الشركة جديدة في الـ Sequence بتاع الـ Document MASH عندك إزاي هيبقى أسهد له إن إنت تشرح له عن طريق الـ Process Map دي عشان يبقى هو فاهم التانية ماشية معه إزاي الحاجة بتيجي من فينه وبتروح فينه فديل حاجتين إنت ممكن تستعمل فينه بـ Process Map طبعا بالنسبة للـ Assignment يعني العدد اللي كان مشارك معانا في المحاضر اللي فاتت لا يقارن بالنسبة لحالة الـ Assignment وبعتده تمام؟ إحنا كان عندها تعتقد الـ نسكة اللي بعتها الـ Assignment كانت تعتقد أنوايا حتى كان ما كانش فاهم الـ Assignment كويس وبعته وأنا بعتله تعديل واتفق معانا إنه هو فاهم خلاص التعديلات المطلوبة يعني هو كان فاهم إنه كان شكل معين بس أنا لما عدلته هو خلاص صلحه بالشكل المزبوط وبعته فيه الناس كانت فاهمة الـ Process Map من أولها من ساعة ما شرحناها في المحاضرة وبالتالي عملتها بطريقة صحيحة ودي خدت Approved من أول مرة فيه الناس بعدت حاجات مالهاش أي علاقة بالـ Process Map لإما هم جايبين document في الـ Project عندهم أو إنه هم جايبين inspection مثلا ورسمين عليه حاجة مالهاش علاقة بالموضوع تماما أو إنه هم جايبين ورقة على اعتبار إن إحنا ممكن نشارجها الـ Assignment ده فهم مقاديين أي حدا في الـ Assignment فيعني حاول يا جماعة تبزلوا معنا مجهود شوية في القصة دي إن إحنا بنبزل معكم مجهود في الكورس إذا كنت أنا أو إذا كان الناس اللي قائمين على الأكاديميات فإحنا بنحاول إن إحنا نخلي الدنيا سهلة ما بيننا فحاول حضرتك كمان ما تضيعش وقتنا في إن أنا أفتح link وإن أنا أبتدي أراجح حاجة وفي الآخر ألاقي حضرتك بعيد حاجة ما نشاركه بالموضوع على اعتبار إن إنت بس كده تبقى أنت ماليد حاجة في الـ Assignment إحنا كل إيميل بيوصل لنا وكل حاجة بتترفع على على الـ Drive لازم هنشوفه فابتداء من الـ Assignment اللي جايي لو لقينا حاجة Not related للقصة دي أو حد كسل إن هو يكمل Subject بتاع الموضوع أو باعت ورقة فاضية أو أي حاجة زي كده معلش إحنا أسفين هنمنعه بعد كده إحنا إن هو يكمل الـ Assignment معينه يعني إنت مش عايز تبعط الـ Assignment معلش مشكلة ما تبعطهوش بس ما تضيعش وقتنا في إن إحنا نحاول إن إحنا ندخله في اللينك وننزل اللينك وبعد كده يكتشف إن حضرتك بعيد حاجة ما مشارقة من الموضوع فيا ريت معلش نبقى مشكورين بس نلازم الـ Assignment دي إن دي هتفيدنا كتير جدا في الدرجات النهائية بتاعت الشهادة إن الشهادة زي ما أستاذ أحمد كان قيل لكم الـ Reference بتاعها مش هيبقى الحضور بس الـ Reference هيبقى الحضور والـ Assignment اللي بتتعمل during the course والإمتحان الأخير بتاع الكورس هيبقى فيه نسب بردو منه فإحنا نحاول بس نلتزم في القصة دي علشان إنت وإنت بتحل ده ده هيفيدك في حياتك العملية الحاجة لما تعملها بإيدك وإحنا نشوفها ونصلحها لحضورتك هيبقى أحسن بكتير ما انت بتاخدها بتحفظها وعارف إن هي بتوقف الشكل تمام؟ ماشي دي بس كتنقطة مهمة بس كنا محتاجين إحنا نتكلم فيها طيب إحنا كان فيه بس كان فيه حاجة كنت بعضتها لكم على الـ Group كده بنتكلم فيها يعني فيش لأي Process Map لها شوية Symbols كده بنتعامل بها أول حاجة العلامة دي بتبقى العلامة الـ Star اللي هو الشكل البيضاوي ده ده بتبقى في أول علامة في البداية بتاعت الـ Process وفي نهايتها تبقى دايماً الشكل البيضاوي ده الشكل المربع ده بيبقى Instruction أو Action أو Process تمام؟ الشكل البيضاوي ده بيدل عن إن إحنا هنا مفروض إن إحنا ناخد قرار ناخد Decision لإما بيبقى Yes بنكلم من Process لإما بيبقى No وبنرجع إن إحنا نعمل Feedback تاني نرجع لجزء من Process تاني تمام؟ هنبتدي دلوقتي نحاول إن إحنا نشوف بقى Assignment كان بيتحلل إزاي بالـ Subtitle طيب إحنا هنا بنعمل بنحاول إن إحنا نوضح أو نشرح الـ Process بتاعت Receiving Documents Procedures طيب إحنا دلوقتي قلنا أول حاجة عشمال هنا بنتكلم عن Responsibilities المسؤول عن الـ Task دي أو الناس المشاركة في الـ Process دي تمام؟ وعلمين هنا عندنا Time Frame بتاخد وقت من إن قد إيه؟ أول حاجة بدأنا بالـ Preparation التحضير للـ Documents التحضير بتاع الـ Documents ده بيبقى مع الـ Document Control بتاع إحنا لو إحنا عتبرنا نفسنا إن إحنا as a consultant or DC of consultant فأنا بعتبر إن أنا بس الـ Process عندي بتبتدي من أول Received and Submitter الـ Preparation ده بيبقى عند الـ Contractor DC مش عندي أمي فوانس إن هو عمل لها Preparation بيبتدي إبعاد هالي فأنا ببتدي بقى إن أنا إيه هعمل إجراءات بتايته أول إجراءات بأخطو إن أنا ببتدي أعمل عليه أول حاجة Quiet Check Quiet Check زي ما إحنا قلنا المحضر بفاكرة إن إحنا بنتشك على date على sequence number على revision على related title على attachment وإذا كان الـ Transmitter ده أو الـ Documents دي signed ولا لا ستعمل ولا لا ومن كمان بنرجع الـ Content بتاع الـ Documents دي الـ Content بتاع الـ Documents لو هي تمام؟ بنقول إن هي دي خلاص كده إن دي أوكي وبتبتدي تاخد الـ Stable بعدها تمام؟ لو هي نو بنرجع تاني لو هي فيها أي مشكلة في كل الحاجات اللي إحنا تكلمنا فيها دي بنبتدي إن إحنا رجعها تاني للـ Contractor DC علشان يبتدي يعادل الـ Comments بتايتنا وبعدين يبتدي يبعتها لنا ثاني هناخد برض نفس الـ Process دي لحد ما نوصل وهي بقت أوكي وانس إن هي بتبقى خلاص بالنسبة لي أوكي هي كده خلاص ببتدي إن أنا أختمها بختم Receive ده عندي علشان أبتدي إن أخد الإجراءات الداخلية اللي أنا هعمل أول حاجة بختمها بختمة Received وبعدين بختمها بختمة Distribution الـ Received عشان أثبت إن أنا استلمت الحاجة دي في الـ Date ده وفي الـ Time ده إتنين الـ Distribution عشان أبعتها لـ Conserve Person عشان يبتدي ياخد الـ Action as technical field تمام؟ فهو أنسي خلاص إن أنا عملت لها Received فابتدي أبعتها للـ Project Manager هنا علشان يعمل لها Distribution طبعاً موضوع Distribution ده Depends على كل شركة هي بتمشي إزاي هل حضرتك كـ Document Control متفق مع الـ Project Manager إن إنت هتبعت له كل الـ Document سوى يعمل لها Distribution من عنده ولا هل إنت عند الـ Distribution متربس أنت ماشي عليها وتمشي عليها لحد آخر المشروع فده Depends أنا بالنسبة لي أنا بدخل كل حاجة عندي في الـ Sample دي بدخل كل حاجة عندي الـ Project Manager أو الـ Deputy علشان ياخد فيها الـ Action دي هتتوزع علي مين؟ وأنسى إن هو ده Distribution ده إدت ختم ده مالا خلاص لـ Concert Person قال لي هو مين الـ Concert Person فابتدي إن أنا أعمل لها Distribution فعلياً أوكي؟ فابتدي بأن أنا وزعها على مين؟ ابتدي إن أنا أعمل منها Copy Control Copy زي ما إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا لازم نختم على ختمة Control Copy علشان أبقى متأكل إن هي دي هي هي نفس الـ Copy اللي أنا أدتها للمهندس أو الشخص اللي هيشتغل عليها تمام؟ وابتدي بعد كده إن أنا وزعها على الـ Concern Engineers أو الناس اللي هتاخدوا التكنيكا الـ Action فيها أوكي؟ في نفس الوقت اللي أنا بعمل Distribution لها بابتدي إن أنا أعمل لها Register بابتدي إن أنا أعمل لها Scan أعمل لها أدخلها الـ System عندي علشان أتأكد إن الـ Documents دي بقت record عندي علشان بعد كده أقدر أعمل لها فلقب مع الـ في الـ Register اللي عندي وعمل لها فلقب مع المهندسة الإسلامة إن أنا لما بعملش Register عندي كل الـ Documents اللي هتبقى موجودة اللي أنا عملت لها Distribution مش هيبقى عندي record بها فهعرف من فين هي تأخرت عنده ولا جات لي إمتى؟ طيب، بتبتدي بعد كده أنا بعتها للـ Technical Review أو Technical Office تمام؟ Technical Reviewer ده اللي هو المفروض Technical Office اللي هياخد الـ Action فيها لو افترضنا إن هي ما طلعتش في معده هي المفروض هنا بقى المفروض إنه كل الـ Process دي من ساعة ما بدأت من أول ما أنا استلمت الـ Documents من أول Received Submit اللي هنا لحد ما عملت لها Distribution دي ما تتعداش 8 ساعات عمل أو بمعنى صح One Working Day يعني أنا استلمت الحاجة دي النهاردة ما ينفعش تعد معايا لبعد بكرة هي كي بيري بكرة الصبح تكون موجودة على مكتب المهندس اللي مفروض هياخد فيها الـ Action عشان ما ينفعش تعد عندي 3-4 أيام وتعد هو عنده كمان 14 يوم وبقى أنا كده عديت الفترة المفروض المتفقة عليها تعقدية تمام؟ نيجي بعد كده ودينها عند الـ Technical Office Technical Office لو طلعها في معادها هنبتدي ناخد الـ Process طب لو ما طلعهاش في معادها لو عد عليها الـ 14 يوم اللي هما الفترة التعقدية اللي المفروض هو يطلع يرفيو فيها الـ Documents دي هبتدي أبعط له reminder خلاص هنا لما تأكدت إن هي كده بقي delays أو قبل ما أستمها بيومين مثلا هبتدي إن أنا أبعط له reminder علشان يطلع الـ Documents دي في معادها طيب هو عمل لها سب مش هم من عنده وبعدها لي أنا هرجع أنا تاني أعمل لها Quality Check علشان أتأكد إن هو كتب الـ Commons بتاعته في مكانها إن هو هقد الأكشين كود بتاعتها إن الـ Documents دي ممضية وتمام ما فيهاش أي مشاكل كتب عليها التاريخ وكتب عليها الإمضاء وكل الـ Content اللي أنا بعتهوله تتجيع لي سليم زي ما هو نفس الـ Control Cup اللي أنا بتهيل تمام؟ لو اللي تشك ده تمام خلاص أنا عملت الـ Quality Check وأوكي كده تمام دي طبعا هنا دي الـ Responsibility بتاعت الـ DC خلاص بترجع تاني أروح أوديها المين للـ Project Manager عشان يعمل لها Authorization عشان يعمل لها Approval عشان يوافق عليها وقدر إن أنا عمل لها Submission بعد كده للمئة والتاني طيب لو الـ BM عندهوس مشكلة في الـ Documents دي وعمل لها Authorization ماضة عليها وهي خلاص تمام زي الفل تبتدي تاخد الـ Step Set باعتها تمام؟ طب فرضا هي ما توافقش عليها وحصل فيها مشكلة أو الـ Commons الموجودة مش مقتنع بها أو هو عاوز تعديل أو عاوز إضافة أو أي حاجة هيبتدي يرجعها تاني للـ Technical Office عشان يـ Review تاني الـ Documents دي أو يعمل الـ Comments الـ BM محتاجها دي بعدين يرجعها تاني أعمل عليها Quiet Check وبعدين أطلع تمام؟ طيب افترضنا إن الـ Documents دي خلاص تمامه ومفاش أي مشاكل وخلاص الـ BM روافق عليها هبتدي إن أنا عمل لها Submission بعمل لها Submission إزاي؟ بابتدي إن أنا عمل لها Cubes الأول إن أنا أحضر القبي اللي أنا عاستلم عليها إن أنا عاستلم عليها المقاول وابتدي إن أنا أبعتها له عشان هو يختم ختم الـ Receive تاع القبي اللي هو استلمه أنا كده بالنسبة لي الـ Issue كده تقفلت أنا كده خلاص أخدت الـ Documents ووزعتها على الـ Technical Office عندي ووزعتها الأول على الـ BM عمل لها Distribution وبعد كده أخدتها من ووزعتها على الـ Technical Office وبعد كده أخدتها من Technical Office ودتها للـ Contractor المفروض أنه كده الـ Task بتاعتي تخلص لا، كده الـ Task بتاعتك لسه ما خلصتش لأن الـ Task بتاعتك بتخلص لما الورقة دي ترجع مكانا لما خلص الورقة دي تعمل لها Filing وخلاص بابتدي تاني أعمل لها Distribution داخليا تاني ليه؟ لأن الـ Documents دي لما المهندس بتاع الـ Technical Office ده يجي يسأل عليها تاني المفروض يبقى هو عارف طلعت إمتى؟ بـ Commentate إيه للـ Contractor فأنا لازم يكون في طريقة أعلم بيها الـ Technical Office إنه هو الـ Documents دي طلعت بالشكل الفلاني تمام؟ ممكن تكون عن طريقه الـ Email ممكن تكون عن طريقه Cover Letter ممكن تكون عن طريق إن أنا بقول له إن الحاجة طلعت وموجودة النهاردة في الـ Date بتاع النهاردة في الـ Drive الفلاني مثلاً تمام؟ بس لازم أعرفه لازم أعمل لها Distribution داخلي تاني مع الـ Technical Office تمام؟ في نفس وقت اللي بعمل لها Distribution هنا ببتدي إن أنا أعمل لها إيه؟ Register هنا تاني عشان أقفل الـ Documents دي إن دي طلعتلي بالموقت الفلاني رحت للـ Contractor بالمعادل فلاني تمام؟ خلاص بعد ما بعمل لها Register ببتدي إن أنا أعمل لها File الفترة ما بين إن الـ Documents خلاص رحت يعني ما بين إن أنا عملت لها ما بين إن أنا استلمتها من الـ Technical Office لحد ما عملت لها Submission برضو مش المفروض إن هي تتعدى اليوم الواحد One Working Day أو الـ 8 ساعات اللي إحنا بنشتغل فيه إن ما ينفعش Documents عند الـ Document Control تفضل قعد عنده من أكتر من يوم حتى لو هي في عندك أكتر من بروسس بتعمله لازم برضو تخلص في نفس اليوم وأخيرا الـ Distribution والـ Filing الـ Distribution Internally والـ Filing دي حاجة بتبقى راجع عليك إنت بتقدر تعمل Filing Daily أو بتقدر تعمل Filing Weekly سواء أحسن لك إن أنت تعمل Filing Day by Day عشان ما يتكونش عليك حدك كثير بس بيجي عليك وقت إن ده بتقدرش تعمل ده فممكن تأجله حد آخر الأسبوع مصر بس برضو المفروض إن ده لو فيه Process Map برضو لا يتعدى الـ One Working Day ده برضو بيبقى مسؤولية الـ Document Control فهي دي الـ Process اللي المفروض حضرتك بتبقى بترسمها لو إنت بحاول إن إنت توضح إن فيه إجراء إنت بتاخده على الـ Document أو إجراء إنت بتتعامل به في المشروع تمام؟ بضحت كده ولا فيه أي سؤال في الجزئية دي؟ هيا أنا حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ تمام؟ خلينا نرجع بقى تاني للمحاضرة بتاعتنا طيب تجوز إنت بتاع الـ Assignment وتجوز إلي إحنا عملناه؟ طبعا فيه ناس كتير بعتتلي الـ Assignment مضبوطة بالظبط وأنا بعتلهم الناس اللي كان متوافق للـ Assignment بتاعهم بعتلهم كتبتلهم إن هو Approved الناس اللي كان عندهم مشكلة في الـ Assignment إحنا التواصلنا معاهم برسنالي فنهم مع الدروية إن شاء الله